إنها أزمة إنسانية النزاع المتفاقم يهز العالم والمنطقة ويدمر بشكل مأساوي الكثير من حياة الأبرية إن القوات البرية من قبل القوات الإسرائيلية تستمر في قصفها واستهداف المدنيين والمساجد والمدارس والمستشفيات والمرافق الأمامية ومنها الملاجئ لا أحد في مأمن وفي نفس الوقت إن حماس ومقاتلين آخرين يستعملون مدنيين كدروع بشرية ويستمرون في قصف وإطلاق صواريخ عشوائية إلى إسرائيل وأودين بشكل متكرر الهجوم الوحشي من قبل حماس في 7 أكتوبر وأشدد ندائي لإطلاق الرهائن المأخوذة من قبل حماس بشكل غير مشروط ولا شيء يبرر قتل احتجاز حبس وتعذيب المدنيين إن حماية المدنيين يجب أن تكون ذات أهمية قصوى وأنا قلق للغاية حيال انتهاك القانون الإنسان الدولي وقوانين الحرب بشكل خطير ولا أحد فوق هذه القوانين لا طرف في النزاع فوقها سيداتي سادتي إن غازة تصبح مقبرة للأطفال الصبيان والفتيات يزرحن ويقتلن كل يوم وفي أربعة أسابيع قتل منهم أكثر ما قتل في أي نزاع منذ ثلاثة عقود وتواقب الأمم المتحدة قطلة منهم في هذه الأسابيع الأربعة أكثر من تاريخ الأمم المتحدة في هذا العمل نستمر في عملنا لتجاوز هذه المخاطر ونشكركم على عملكم ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني يشتدوا الحاحن مع كل ساعة أطراف النزاع والمجتمع الدولي يواجهون مسؤولية جمّة لوقف هذه المعاناة الإنسانية الهائلة وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية لغزة بشكل طارئ اليوم الأمم المتحدة وشركائها تطلق 1.2 مليار دولار من المساعدات لمساعدة 2.7 مليون شخص أي كامل شعب أو سكان منطقة غزة وفي الضفاء الغربية والقدس الشرقية بعض المساعدات المنقذة للحياة تصل إلى غزة من مصر عبر معبر رفح ولكن هذه المساعدات تشكل نقطة في بحر الحاجات ومعبر رفح لا يتمتع بالقدرة لمرور الشاحنات بالقدر المتطلب أربعة أربعمائة شاحنة كمرت خلال هذين الأسبوعين مقارنة بخمسمائة كانت تمر كل يوم قبل الأزمة والمشكلة الأساسية هي نقص الوقود ومن دونه يموت الأطفال الرضع ولا يمكن تحلية المياه ومياه الصرف الصحي ستندثر في الأراضي وستنشر الأمراض والسبيل قدما واضح إن وقف إطلاق نار إنساني مطلوب الآن كل الأطراف يجب أن تحترم القانون الإنساني الدولي والتزاماتها الآن وهذا يتضمن تحرير الرهائن في غزة الآن حماية المستشفيات المدارس مرافق الأمم المتحدة الآن الكثير من الغذاء والمياه والوقود بسرعة وبالقدر الكافي الآن الوصول إلى الامدادات اللازمة لكل سكان غزة الآن ووقف استخدام البشر كدروعة بشرية الآن لا أحد من أو لا واحد من هذه الشروط يجب أن تترافق مع شروط أخرى نحن بحاجة إلى التمويل الآن ونحن قلقون للغاية حيال اتساع أو إمكانية اتساع النزاع والقدسة الشرقية واضفة الغربية في مرحلة غليان ولا يجب أن ننسى إمكانية وخطر اتساع هذا النزاع إلى المنطقة وحتى أننا بدأنا نشهد تصعيد في لبنان سوريا واليمن والعراق وهذا يجب أن يتوقف إن الجهود الدبلوماسية يجب أن تسود وتضغى والخطابات الكراهية وما يعززها يجب أن يتوقف وأنا من شغل وقلق للغاية حيال تصاعد خطاب المعادلة السامية والخطاب ضد المسلمين وهؤلاء في شتى أنحاء العالم يخافون من إنعدام أمنهم والتوترات تتصاعد جدا وصور المعاناة تفطر القلوب وتحطم الأفئدة ولكن يجب أن نجد سبيلا للتمسك بإنسانياتنا الجمعة أفكر في المدنيين في غزة أغلبية المدنيين والأطفال المروعين من قبل هذا القصف 89 من طاقمنا الأنروا في غزة قتلوا وأنا أنعاهم وإياكم وهؤلاء قتلوا مع عائلاتهم بشكل بأغلب الأحوال وكانوا يشغلون مقل التلف المناصب وكان لهم أحلام ومنهم تلميذة كانت متفوقة وأصبحت مبرمجة وعاملت على تطوير مهاراتها حتى أصبحت في الأنروا وأنا أشعر بالإلهام من النموذج الذي شكلته وأنا قلق للغاية حيال كل من قتلوا وعذبوا وخطفوا من عائلاتهم وأحبائهم ومنذ عشرة أيام التقيت بواحدة من عائلات هذه الرهائن أو هؤلاء الرهائن وقد شعرت بغضبهم وتأثرت بكلامهم ولن ألوا جهدا في تحريرهم الفوري وهذا أساسي في حل المزيد والكثير من المخاطر أم تشاطرت معي يأسها وحزنها على أسر ابنها وأيضا تحدثت أو أمام مجلس الأمن وقالت حينما يقتل أطفال الطرف معين من النزاع ولا تشعر بالتأثر إلا عندما يقتلون فإن الإنسانية أصبحت في مأزق وحتى في أشد الأوضاع يأسا ذكرتنا أنه في هذه الحالات من الألم ليس من فائز يجب أن نفكر الآن ونجد سبيلا للخروج من هذا الدمار الفضيع وأن ننهي هذه المعاناة وأن نمهد الطريق للسلام ولحل الدولتين حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن وسلام شكرا